صباح الخير مرة أخرى وأهلا بكم أينما كنتم تحيب حار لجميعكم الذين انضموا إلينا لهذا الجلسة المهمة للقيادات الناهضة الأمنية في القرى الأفريقية تحت القيادة في ظروف غير أكيدة اسمي لوكا بيونغينكوال وأنا عميد أرشؤون الأكاديمية للمركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية ومدير التعليمي لهذه الندوة كما قلت في جلسات سابقة هذا ستكون الجولة الثالثة ستكون النقاش الثالث هذا جزء من الجلسات الأربعة وهذه الجلسة هي عبارة عن صيغة ومفهوم كيفية الاستجابة للأشياء الغير متوقعة من أزمات لكن قبل الغوص في هذا أنا أشاطركم بعض الاستنتاجات من الجلسات الماضية في الجلسات الماضية كنا نركز على كيفية 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 ترقب والتكاهن والتخطيط للأزمات من قبل القادة وكيفية القيام بالمنظور المسبق والتأهب للأزمات التي قد تحصل في الساحة الأفريقية أول استنتاج هي حول القيادة والتنظيم الثقافي ثقافيا التنظيم الاجتماعي في إفريقيا من أهم المفاهيم القيادة التكييفية التأقلمية هي المفاهيم الأولية كقادة وكمؤسسات كثيرا ما كثير منهم يعملون بمفاهيم حيث يعتقدون أن غدا ستكون مثل اليوم أو حتى اليوم التي قبله ولكن كلنا نعلم أننا الآن نعيش في يوم حيث هذا يتغير مع أشياء غير أكيدة في المستقبل والدكتور مهاري طرح أسئلة عميقة حول موضوع القادة للأفارقة والمؤسسات في الاتحاد الأفريقي وركز فيها على طبيعة القادة الأفريقية التي عليهم أن يقوموا باقتباس التكييفية والتأقلم ترقبا للأزمات المحتملة في المستقبل وهذا أيضا تم إبرازها في موضوع الإنذار المبكر كمنظومة في الاتحاد الأفريقي فأنا أتصور أن هذه الجوانب في الأزمات أنها تحتاج إلى تغيير جذري في ثقافة القيادة في موضوع الاستجابة كي يكونوا أكثر مبادرين في التأهب الثاني استنتاج هي القدرة على المنظور البعيد أحد الصفات هي أن تكون هناك إنذار مبكر جيد والقدرات الموجودة في أفريقيا مثلاً الإنذار المبكر للاتحاد الأفريقي كمنظومة وبعض المراكز الفكرية مثل مركز الدراسات الأمنية لكن من استنتاجاتنا لهذه المنظومات الإنذارية المبكرة كثير ما لا يفعل حيث القيادات الذين لا يقومون بوضع الأولويات الأولية حسب السياسات وظروفهم الخاصة ثالث استنتاج في دور الاستراتيجية في الترقب للمحتملات والتحديات الموجودة هي إن العملية تطوير نظام استراتيجي وطني هي فلست فقط موضوع التقييم والاحتمالية وإنما في تطوير القدرات على مستوى موحد على مستوى الدولة بمنظور موحد للمحتملات المستقبلية الحالية الموجودة إما مع الدومة حتى إذا كانت موجودة فهي غير مركزية وجامدة لا تحتوي على كافة الشركاء في هذا الجانب مثلا مجموعة بوستن الاستشارية حول موضوع القيادة التكيفية طوروا سيناريو تدريبي لتعامل مع الكوفيد وكان من ضمن مفاهيمهم تكوين الجانب المعلوماتي والتأهبي والتنفيذي حيث كونوا السيناريو هذا محتملات كثيرة تدريبية في ظروف غير أكيدة كتدريبات هذا النموذج مهما ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على المستوى الإقليمي والقاري وبالتأكيد بالإضافة إلى الجانب المحلي وآخر استنتاج هي موضوع المنظور والرؤية المستقبلية المحلية كوننا نحن من جانب نركز على جانب الدولة وجانب القارة لكن أن يكون لديك نفس القدرة على مستوى محلي حول حياة الناس مهم جدا للاستجابة الجيدة فهذه من استنتاجاتنا الجيدة والقوية لجلساتنا السابقة الآن دعوني أقول لكم ما هي أهداف هذه الجلسة هذا الجلسة سنركز على موضوع الاستجابة للتحديات الغير متوقعة الأمنية لدينا ثلاث أهداف أولا أن نفحص أهمية الشراكات والعمل المترابط في تنسيق الاستجابة لهذه التحديات والأزمات ثانيا هي أن نشاطركم الدرس من إيبولا وكوفيد 19 الكورونا مثلا أثناء حدوثها كيف تتصاعد العنف المنظم في المنطقة وكيفية التنسيق ما بين القيادات لمجابة أهداف وأخيرا أن نناقش أنه لبعض البلدان نجحوا أكثر من بلدان ثانية وأن نقارن ما بين النجاحات وأسبابها في ظروف هذه التحديات دعوني الآن أقدم المتحدثين يسرني أن أرحب من ضمن خبرائنا على القارة الأفريقية وكيف سيناقشون حول موضوع الاستجابة للتحديات والأزمات في أفريقيا لديكم مسيرات المهنية لهم سأشرح الجوانب المهمة بالنسبة لخبراتهم دعوني أولا نبدأ ويشرفنا أن يكون لدينا الفريق برمبي ديوب هو المستشار العسكري في مكتب العمليات الخاصة في الأمم المتحدة وهو عضو دائمي في المركز الأفريقي وخدم لسنوات كثيرة في المعا المركز الأفريقي كمشرف وكمتحدث ومحاضر في محاضرات كثيرة خدم كرئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة السنغالية وأيضا عمل كمستشار الأمن القومي للرئيس السنغالي كما شغل الجنرال سابقا لمرئيس هركة الأركان منائب رئيس الأركان القوات الجوية السنغالية وأدرس في أكاديميات كثيرة من ضمنها السلاح الجوي الملكي المغربي وجامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة الطيران ومركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية وفي باريس أيضا والكلية العسكرية فيها كان يعمل في مركز الديمقراطي أيضا وطبع كذا مقالة مختلفة في ساعات كثيرة في قسم تصلاح الجانب القطاع الأمني ومنطقة الصحاري الأفريقية والآن يعمل على رسالة الدكتوراه في دكار في السنغال ويسرنا كثيرا ويشرفنا للجنرال دياب أن يكون معنا وأكيد المشاركين والمستمعين سيستفيدون من خبراته الواسعة فنشكره على كونه معنا المتحدث الثاني هي الدكتورة فيرلي شيبلي هي خبيرة مستقلة في قضايا النزاعات والأزمات وراجعت الاستراتيجية المطورة للمركز الأفريقية هي خبيرة كمستشارة ومستشارة للفريق الاستشاري وعملت في قسم القطاع الشؤون الحكومية ولديها ماجستير من جامعات من مركز جينيفا ودكتوراه من جامعة صوهر في برلين يسرنا بكون دكتورة فيرلي معنا اليوم دعوني الآن أن أبدأ الحديث أولاً أحب أن أبدأ مع الجنرال الفريق دياب وإذا كان بالأمكان ضمن خمس أو ست دقاق إذا في مقدورك أن تحكي لنا من خبرتك الشخصية ومنظورك ماذا تتصور ما هي أهم التحديات التي ستواجه السنغال وغرب أفريقيا في غضون الخمس إلى العشر سنوات القادمة ولماذا إذا كانت الحكومة أو أكواس إذا كانوا مؤهلين أو للاستجابة على مستوى الحكومات أو المؤسسات فتفضل سيد الفريق شكراً جزيلاً لوكا شكراً للمركز الأفريقي لدعواتهم لي كما قلت أنا أعمل معكم منذ 22 عام وإنه دائماً من دواعي سروري أن أقول نعم لأي من دعواتكم للتحدث في أي مناسبة عندما تسمحوا لي بأن أشاطركم بالمعلومات القليلة التي لدي في أي موضوع تتحدثون عنهم قلت لكم مرة بأنه يا لوكا لو كنت أعرف ما هي التحديات الحقيقية التي ستواجهون في السنغال والمنطقة الغربية الأفريقية لو كنت رجلاً غنياً جداً لو كنت أعرف مسبقاً لأنه بصراحة هذا الشيء صعب بالتكهن للتحديات فعادة الناس الذين هم يعملون في هذا المجال معلونه على جوانب الاحتياطية والعلاج لأن التخطيط المتعمد الذين هم يركبونها ويعملون عليها دائماً وعامةً عادةً لا تفيد الكثير عندما يضرب الأزمة أرض الواقع فعادةً عندما دائماً نقول أي مخطط مسبق موجود هي أول ضحية تضرب من قبل أي أزمة فللذين هم يتأهبون لتسنم المسؤوليات في المستقبل دائماً كن على استعداد على أن تكون مستعداً للعمل على مخططات احتياطية وطارئة لأن أي مخطط موجود مسبقاً لا تفيد أي حالة واقعية لكن عامةً ما رأيناها في أرض الواقع في الأمن الأخيرة في السنغال والمنطقة الغربية الأفريقية يمكن أن نقول بصراحة بأن السنغال يجب أن تكون الآن مليئة بأعمال العنف بسبب الظروف التي اجتحت المنطقة خاصة في بلدان هم من جيراننا وآخر تطور أيضاً رأيناه في أرض الواقع من أهم اللاعبين على الساحة في هذا السراع فعلى السنغال عليها أن تأخذ بجدية أكثر حول موضوع العنف المتطرف والإرهاب وأعتقد أن قادة بلدي على دراية كاملة بهذا التهديد ويأخذون الاحتياطات الضرورية كي تساعدنا على مواجهة احتياطية أي تصاعد للوضع بالإضافة إلى التطرف العنيف أعتقد حسب التطورات التي رأيناها في الآمنة الأخيرة فبلدنا وبلدان أخرى في منطقة مع الأسف يمكن أن يروا أزمات اجتماعية كثيرة كما تعلمون أن الكثير من بلداننا عندما نريد أن نغير مثلاً القيادة السياسية ما يحصل يحصل المئات والألاف من الضحايا من أي رغبة من هذا النوع وتعلمون أيضاً أنه في بلداننا الضخامة الشبابية الاجتماعية عالية فتعدادنا شابة جداً من ناحية الإحصاء وهناك إحصائيات كثيرة تقول أن 95% من تعداد السكاني لمجتمعاتنا متكون من ناس شباب عمراً ما بينه عمر 16 إلى 35 ونفس الإحصائيات تقول أن 70% من هذه الـ 75% ليسوا ناشطين في الحياة أو مشغولين بالشيء وأيضاً يفتقرون إلى أي رغبة أو أي مجال كي تشغلهم في يوم من الأيام فهذه عبارة عن قنبلة موقوتة بين يدينا اجتماعياً بالنسبة للسنغال أعتقد أنه علينا أن ننظر إلى الغرب بسبب الاستغلالات المحتملة المستقبلية بالنسبة للنفط والغاز كما تعلمون أنه عندما يكون لديك في أي منطقة أفريقية مثلاً عندما تقوم الحكومة باستخراج النفط والغاز فكثيراً ما الأطراف السيئة يأتون ويدخلون كي يكونوا منظومة موازية أي السوق الأسود قصدي للمشاركة في هذه الأرباح الهائلة أي يأخذون قطعتهم من الشطيرة ولا أرى السنغال أن تكون مستثنية من هذه الحالة الفوضوية وعلينا أن نكون مستعدين لمواجهة ومجابهة هذه النوع من الفعاليات المحتملة التي قد تجرى من قبل الأطراف السيئة والسلبية وأيضاً أقول أنه ليست حالة السنغال بالذات ولكن في غرب أفريقيا عامة نحن نرى مواجهات أكثر وأكثر ما بين الزراعيين والمربيين الحيوانات المواشي كتصادم وهذه إبارة عن مصدر زعزعة أمنية في المنطقة أيضاً وأخيراً هي لها صلة بموضوع السياج والتحديد خطوط منطقة الصحراء التي هي عامة حوالي أربع أو ست كيلومترات جنوب موضوع التصحر وتوسعها حيث تزداد سنوياً بعدد من الكيلومترات ونحن نرى عواقبها وتأثيراتها وكثيراً ما تؤدي إلى غزو الجرات الموسمي والتي نرىها في سنغال ومريتانيا في بعض الأحيان وأيضاً الفيضانات كل عام في سنغال وبلدان كثيرة أخرى مع ضحايا كثيرة فلذلك نحتاج أيضاً إلى أن نكون مستعدين لاتجاه الكوارث الطبيعية المربوطة بموضوع التغيير البيئي أعتقد كل هذه هي أهم المصادر المقلقة التي يجب أن تكون دائماً في أذهاننا في السنوات الخمسة والعشر القادمة في غرب أفريقيا وسنغال لكن الخبر الحلو أنه حسب ما أسمعه من مسؤولين أنهم على دراية كاملة بهذه المخاطر وبيأخذون الاحتياطات الضرورية لمواجهة هذه التحديات عندما يأتي الوقت ويحين الوقت فهي عادة ليست مثالية لكني أعتقد بالنسبة للسنغال فالإجراءات الضرورية تأخذ شكراً شكراً جزيلاً سيد ديوب لهذه المدخلة الوجيهة ولتوضيح كل هذه الإضطرابات أو الأزمات في الصحراء الغربية سؤالي الثاني هو على بناء دورك كمدافع أو عضو في وزارة الدفاع وعضو لمستوى عالي فما هي النقاط الأساسية التي تظن أنها مهمة عندما نواجه بعض الإضطرابات الأمنية أو بعض الإضطرابات الغير المتوقعة هل يمكن أن نشارك مع المشاركين كيف ما هي المبادئ التي يمكن أن نتبنها في إطار القيادة التكيفية التي قد تساعد على الاستجابة بطريقة ناجعة لهذه الإضطرابات أو الأزمات الغير المتوقعة شكراً جزيلاً أشكرك سيد لوكا كما قلت لك من قبل على بناء تجربتي المتواضعة يجب نحن كقادة في رأيي أن نكون مستعدين بطريقة مستمرة لمواجهات غير متوقعة فيجب أن نكون مستعدين لمواجهة هذه التغيرات غير متوقعة يجب أن تكون هناك تخطيطات فهذه التخطيطات أقول في بعض الأحيان لا أقول أنها غير ناجعة ولكن قد تساعد أهم استثمار يجب أن نقوم به هو استثمار في الجهات الإنسانية لأنها هي التي سوف عبرها نجد فرق أو نجد دروس نجد نتائج فيجب أن نستثمر في الجهة الإنسانية يجب أن نستثمر في سكاننا ويجب مجتمعاتنا ويجب أن نخلق ما أسميه في عقلية إيجابية بين قوسين يجب أن نخلق عقلية إيجابية ويجب أن تكون أن نخلق ثقة وهي هاتين النقطتين هما أساسيتين خاصة في سلوكات فتخلق نتائج في سلوكات البشر وسلوكات مجتمعاتنا فالعقلية الإيجابية فهي نقاط أساسية ويجب طبعاً عبرها أن نخلق نجاحات فيجب عبر نشاطاتنا أن نركز على هاتين النقطتين الأساسيتين ومن أجل أن نستفيد من هذا يجب أن يكون لدينا أشخاص متحمسين ملتزمين ويجب أن نكون أمام مجتمع مستعد أو على استعداد لتبني المسؤوليات الأساسية وهذا لا يقع من السماء فهذا يحتاج إلى استثمار استثمار وجيه ولهذا السبب نحن يجب أن نضمن مستوى عيشة مناسب ظروف مناسبة لسكاننا من أجل أن يتسموا بهذه العقلية والتفكير الإيجابي يجب أن نستفيد وأن نتأكد من أن ظروف المعيشة لسكاننا ولمجتمعنا هي ظروف مناسبة فهذا يعني أننا نهتم بهذا المجتمع وأننا نحترم وأننا على استعداد للإنصاد إليهم لأنه في أغلبية الأحنان نحن بمثابة مشرفين نحن مشرفين بسبب كوننا أكبر في السن فنحن يجب أن نحترم مجتمعنا ويجب أن ندمج سكاننا في أخذ القرارات التي نقوم بها فإذا قمنا بذلك فمجتمعنا وسكاننا سوف تأخذ التدابير الأساسية من أجل القيام بالعمل المناسب ولن نكون وراء كل هذه الأشخاص من أجل أن ندفعهم للقيام بالعمل الذي يجب أن يكون يجب أيضا أن نتأكد من فعل ذلك فنحن لا نقوم بهذا بطريقة مستمرة فلنأخذ وقت لتقدير كل ما يقوم به مجتمعاتنا فتشجيعهم سوف يدفعهم إلى القيام بأحسن ويجب أيضا أن نقوم بتشجيعهم وبطبعا تشجيعهم بطريقة مستمرة ودفع بهم إلى الأمام ولا يجب أن نركز على جهات أو على العوامل السلبية يجب أن نغير هذا المبدأ أن نغير طريقة التفكير فإذا غيرنا طريقة التفكير هذه فعندما تكون مشامعاتنا أمام الأزمات غير متوقعة فسوف تكون لهم الشجاعة الأساسية وأخذ التدابير الناجعة من أجل أن يغيروا الوضع فأنا لاحظت ذلك وأظن أن هذه ضمن مسؤولياتي واحدة من مسؤولياتي الأساسية هو أن أشجع كل القادة العسكريين من أجل أن يكونوا على نفس الخط أن يأخذوا الاتجاه الصائب لأن القادة ليس هنا فقط للكلام عن أنفسهم أو لدفع بالأشخاص لتركيز عليهم فلا القادة هم هنا لتشجيع السكان لتشجيع المجتمعات ومن أجل أن يكونوا مركز لتركيز على الجهة الإنسانية على السكان على المجتمع فإذا قمنا بذلك فسوف نرى نتائج إيجابية هذه في رأيي فقط توصيات على بناء تجربتي المتواضعة يمكنني أن أشارك هذه توصيات مع أفراد عائلتي مع إخواني مع أولادي مع عائلتي شكرا جزيلا أشكرك سيد لوكالي هذا السؤال أشكرك سيد لوكالي لهذه المداخلة الوجيهة طبعا الاستثمار في المجتمعات هو واحد من المبادئ الأساسية التي يجب أن نركز عليها أظن أنك قلت الحق وأنا أقدر هذه المداخلة أظن أنه يجب أن نشجع مجتمعاتنا وأن ندفع بهم إلى الأمام الآن سوف طبعا أمر إلى تجربتك في خلال هذه الجائحة وفي إطار تجربتك في القطاع الأمني فعلى بناء تجربتك سيدي وفي إطار هذه الجائحة نحن نرى أن هناك كثير من السياقات التي أثبتت طبعا نجاعة القيادة التكيفية في إطار سينيغال وفي الاستجابة إلى الجائحة إلى سياق الجائحة فقبل ما رأيك بهذا الموضوع قبل أن أركز عن الدورة التي قام بها القطاع الأمني في هذا المجال أود أن أتحدث أو أتكلم عن الاستجابة على المستوى العام الذي ساهم بطريقة فعالة بما اعتبر كنجاح نجاح بنسبة لسينيغال في إطار الاستجابة إلى أوضاع الجائحة أظن أيها السادة والسيدات أننا يجب أن نركز على هذه الاستجابة لأنه من المهم أن أقول هنا أنه على المستوى الوطني القادة بصفة عامة يتميزون بدراية هامة في الوقت المناسب طبعا بجدية على دراية بجدية جدية هذه الجائحة لأن هذه أساسية فلم نضيع الوقت بصفة عامة قبل أن نصبح على واعون تمام الوعي بما يحصل على أرض الواقع فهذا لم يأخذ وقت طويل فلقد أحسسنا وبجدية هذا الإطار إذن استجبنا في الوقت المناسب في رأيي المتواضع بالإضافة إلى ذلك لقد يجب أن نعترف أن القادة قادتنا في السنغال أخذوا قرارات صعبة جدا قرارات شجاعة وقاموا بتغيير سريع في هذه القرارات فأنا طبعا لقد كانت هناك بعض القرارات التي اتخذت في حالات التوارئ وأخذنا أيضا كثير من الأشخاص في السنغال على المستوى اليومي كانوا مستعدين لذلك فطبعا كل يوم كان يجب على السكان يخرجوا من بيوتهم وأن طبعا يقوموا بأعمالهم من أجل أن يتقاضوا الأجر في آخر الشهر وأن يضمنوا ظروف لعائلاتهم ظروف فكان هذا مستوى كان يجب على كل واحد منا أن نقوم بما يجب أن نقوم به فكانت هذه قرارات قرارات صعبة قمنا بها فهذا طبعا توقف على مستوى مسؤولية القادة فلم تكن الأمور مثالية طبعا على كل الجهات وعلى كل المستويات ولكن قمنا بما يجب القيام به من أجل أن نتدخل في إطار هذه الجائحة فكانت هناك طبعا كان هناك تواصل استراتيجي على مستوى عالي وسائل الإعلام عملت وسهرت ليلا ونهارا من أجل أن تضمن ظروف مناسبة للمجتمع فكان يجب أن نقوم بنشر وعي لمجتمعنا وأن نضمن التدابير اللازمة من أجل أن نقف أو نواجه الجائحة ومن أجل لا طبعا لا نكون هناك انتشار للوباء لكوفيد-19 استعملنا وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توعية المجتمع من أجل توعية سكان فكان هذا مفيد جدا في إطار هذه الجائحة كان هناك أيضا بالإضافة إلى ذلك تنسيق جيد لم تكن الأمور مرة أخرى ميتالية ولكن تدخلنا في الوقت المناسب من أجل مع الفاعلين ومع أصحاب المصلحة من أجل أن نضمن ظروف جيدة أيضا نستقنى مع وزارة الصحة ومع وزارات الأساسية كانت هناك تنسيقات على مستوى عالي كانت هناك اجتماعات على المستوى اليومي اجتماعات تنسيق ومن أجل أن نأخذ التدابير الأساسية وأن نتكيف مع الوضع الذي فرضته علينا الجائحة فكل هذه الظروف وكل هذه التدابير كانت مفيدة جدا سينيغال أقول لك سيدي قررت خلال الجائحة أن تطلب من متدخلي أو خبراء في مجال الصحة أن تقوم بالتدابير وتأخذ التدابير الأساسية من أجل أن تضبط الأمور على أدل الواقع لأن هؤلاء الخبراء هم الذين على دراية بما يحصل وهم الذين قادرين على نشر الوعي وعلى تقديم الخبرات الأساسية لمواجهة الجائحة ولقد قادوا هذه الاستجابات طبعا بالإضافة إلى كل التنسيق وإلى كل التدابير التي أخذت في هذا المجال الجيش تدخل أيضا وقام طبعا بتوفير البنية التحتية الأساسية فنحن لدينا المستشفيات على مستويات جيدة التي وضعت رهنة إشارة المواطنين من أجل مواجهة الجائحة بالإضافة إلى ذلك سيدي لقد وفرنا طاقم الصحي كما أدى كاترة رهنة إشارة المواطنين في إدار الجائحة من أجل أن نعطي ندرة إيجابية إيجابية لبلدنا لطاقمنا الصحي لجيشنا لأن جيشنا هو جيش محترم وجيشنا هو جيش دائما يحاول أن يتدخل في كل النشاطات على مستوى الوطني فسكاننا لديه ثقة في جيشنا لأن مواطنون يرون الجيش ضمن كل مبادراتنا فعندما نقوم بتلبية خدماتنا على المستوى الوطني وعندما يرى السكان أن الجيش هو ضمن كل هذا المسار فهم يثقون بجيشنا فهذا كله ساعدنا على المستوى الوطني وأيضا على مستوى الجيش كل التدابير التي أخذناها في إطار هذه الجائحة كانت مهمة وكانت كثيرة فأنا لقد تسببت الجائحة في وفاة كثير من الأشخاص وأنا طبعا أنا لا أحط في الهامش كل السنغاليين الذين لقوا حطفهم في إطار هذه الجائحة رحمهم الله ولكن لا يمكننا أن نشتكي قمنا بتدابير جيد جدا في إطار هذه الجائحة شكرا جزيلا أيها الجنرال لقد رأينا ميزات القيادة التكيفية التي قمتم باتخاذها في إتجابة إلى الجائحة شكرا جزيلا لمدخلتك الوشيها أود أن أطرح عليك السؤال الأخير لقد كنت في إطار تطوير كنت ضمن إطار تطوير استراتيجية الأمن القومي وعلى بناء تجربتك في إطار هذه الجائحة ما هي الدروض التي استخلصتها سيدي والتي يمكن أن تفيدنا في إطار استراتيجية تطوير استراتيجية أمن قومي لقد استفدت الكثير ولقد استفدت من دروب درسين الدرس الأول الذي استفدته في إطار هذه الجائحة وفي إطار استجابة إلى تهديدات وأزمات غير متوقعة ولأكون معك واضح وصريح في دراساتي السابقة لقد ركزت تمام التركيز خاصة على دول الساحل الإفريقية فالأزمات والتهديدات ليس لها أي علاقة مع الدول المجاور التي تحاول أن تغزو طبعا البلد أو غيره هناك انقطاع في الاتصال عفوا جزيلا عفوا أيها السادة والسيدات انقطاع في الصوت إذن ونحن ننتظر في السيدة اللواء يمكننا أن نكمل الحديث والمناقشة مع السيدة فيرلي شابوي الدكتورة فيرلي شابوي لديك غنى في الحكامة حكامة الأمنية في إطار إفريقيا ولديك تجربة واسعة وأنت على دراية بما قلناه في إطار استراتيجية تطوير استراتيجية الأمن القومي هل يمكنك مشاركة المشاركين والتي تجعل كثير من التي طبعا هل يمكن مناقشة السيمات الأساسية التي تجعل قادة الأمن أكثر فعالية في الاستجابة للبيئة الأمنية غير متأكدة مثل التأهب وطريقة تعبير والتكييف والمسائلة شكرا جزيلا سيدة فيرلي شابوي شكرا جزيلا الدكتور لوكا أتمنى أن تسمعني بأن يكون صوتي واضح للأسف الشديد انقطع الخط مع سيدة الجنرال لقد ذكر نقاط مهمة في إطار القطاع الأمني فلقد ذكر الأهمية الجانب البشري في القطاع الأمني هذه نقطة أساسية وهي جوهر نقطة جوهرية في إطار القطاع الأمني وهو الذي يجعل هذا القطاع الأكثر تأهب في طبعا طريقة التعبير والتكييف والمسائلة وطبعا هذا مهم جدا يجب أن نتأكد من أن أسادة الذين يعملون في القطاع الأمني هم قادة على مستوى عالي وهم مؤهلين لقيادة القطاع ويجب أن نتأكد من أن كل الوزارات وأن كل المؤسسات والوكالات هي مسؤولة على عملها وعلى التأهب واحدة من النقاط الجوهرية التي تجعل القطاع الأمني متأهب هو مهنيته وقدرته على التلبية وأيضا عبر طبعا على حكامة جيدة وحكامة ديمقراطية لأنها ضمن المبادئ الأساسية التي تجعل العمل ناجح فنحن دائما نفكر بطبعا القطاع الأمني كقطاع أمني من الجانب السياسي دفاع على حقوق الإنسان ودفاع على ديمقراطية وهذا مهم جدا ولكن في بعض الأحيان نحن ننسى أنه يجب أن يكون هناك نظام حكامة وأن التدابير الأساسية مأخوذة في هذا الجانب من أجل أن يكون هذا القطاع مهني ومن أن يتأكد من أن كل الطاقم الذي يعمل في إطار القطاع الأمني الذي يعمل في الدفاع الأمني والدفاع الوطني لهم المؤهلات الأساسية والموارد الأساسية من أجل القيام بالعمل المناسب ومن أجل التأكد أن العمل هو عمل واضح ومعرف بطريقة واضحة فيجب أن نفكر بهذه أن هناك موارد أساسية وأن هناك مؤهلات وقدرات كافية للاستجابة للأزمات الغير الموقعة فيجب أيضا أن نتأكد من أن الأعمال التي وأن الأهداف واضحة وفي آخر المطاف أهداف نصل إليها بطريقة ناجحة خاصة عندما تكون متحديات جديدة هناك أيضا يجب أن تكون هناك تقييم وتتبع لهذه الورود والموارد البشرية وأن جودة الأداء هي جودة من مستوى عالي ويجب أن يكون هناك خلق لأنظمة التي يمكن أن تخلق أيضا بدورها آداء جيد وأن هناك قدرات كافية للاستجابة لهذه الأهداف وأيضا هي تؤكد بأن هناك يعني منظومة مستدامة كون المنظومة تعمل بشكل جيد خاصة في نظام ديمقراطي يعني نظام تحت النسائطة الديمقراطية ليست مصممة لحماية أطراف وأشخاص معينين فهي تستمر في العمل يعني إذا كان يعني حسب الفرد إذا فشل فرد ما أو مؤسسة ما فالمنظومة شغالة وما زالت تعمل وهذه عبارة عن صيغة مطولة للأمن التي تساعد القطاع الأمني على أن تعرف كيف تعمل حسب أي ظرف وتحت أي قيادة شكرا دكتور فيرلي شكرا دكتور فيرلي أعتقد مبنيا على هذا أنه أحسن أنه النظر في النظام الديمقراطي والساليب المنظومات التي فيها المسائلة في القطاع الأمني تكون أحسن وأنسب لجعل هذه المؤسسات الأمنية أن تكون أكثر استدامة واستقرارا أعتقد ضمن هذه أعتقد أن دور النظام استراتيجية الأمن الوطني كمستراتيجية مثل هذه كيف يمكنها أن تكون أكثر قدرة على التكهن لأشياء التي لا يمكن أن نتوقعه أصلا نعم استراتيجية عملية تطوير استراتيجية الأمن الوطني هي عملية جوهرية لتجميع كافة الأذهان حول المنظومة الأمنية كيفية مراقبة البيئة والجو والظرفة التي تجد نفسها فيها وكيفية تمكن التركيز على أولويات معينة وقدرات معينة وكيف أنها توفر الموارد والاحتياجات لإنجاح أي عملية وحسب المستوى المرجو ولهذا استراتيجية وطنية أمنية أمنية مهمة كمظلة كوثيقة عامة حيث من تحتها هي تسمح بكافة الأطراف والمؤسسات المعينة أن تقوم بمهامها بأدوارها الخاصة وأن تأخذ العمل حسب وإنكم كلكم يعني استلمتم وثيقة استراتيجية الأمن الوطني القومي خاصة عن ما يأتي إلى من هذه من أهمها التقييم التقييم الأمني حيث كافة الأطراف الأمنيين يقومون ويمرون بكيفية مراجعة البيئة الأمنية حسب المعلومات الموجودة وأن يقوموا بتكوين منظور لاتهديدات المتوقعة قد تكون هذا بديهي للذهن لكن هذا ليست دائما خاصة عندما تنظر إلى الأرض الواقع فبعض من البلدان الأفريقية ليس لديهم أصلا استراتيجية أمنية قومية عامة فيحتاجون إلى منظومة أولية كي يقوموا بهذه العملية بشكل منظم ودائمي وكي يراقبوا الظرف وكيف تتغير الظرف وكيف إنهم لا يكونوا على تراصف أو توقع جيد لهذه القضايا الأمنية وأن يكون في اتفاق عام حول ما تعريفنا لهذه التهديدات وكيفية تفويد المصادر والموارد فحسب قناعة الحكومة ربما قد يكون هناك جهة تقول أنه يجب أن تكون بهذه الطريقة وجهة ثانية تعارض وتقول طريقة ثانية وقد لا يتفقوا لكن كونها حسب الصدفة والظرف والقناعة فقد لا تكون أنسب طريقة للحصول على أحسن عملية تأهبية وعلاجية لكن عامة العملية الإجراء وتكوين الاستراتيجية الوطنية الأمنية فهي تجد عندما نفعلها تجد المشاكل في كل مكان وعادة لو أنت وتدخلت في متاهات كل الاحتياجات تجد أنها هي أطول وأكثر وأوسع الفكرة فيها تفحص ما هي الموارد الموجودة والقدرات الموجودة لعلاج كلها خاصة عن المادي لقضايا البشرية وكيفية تفويض الموارد وهذا يحتاج إلى عملية إيجاد منهم أطراف المصالح أو أطراح شأن الأمر ضمن منظلة الأمن الوطني الذين هم مسؤولين بشكل مباشر لمراقبة تهديدات معينة وما هي دورهم بالذات وهل الجميع على دراية بأدوارهم فالتحير حول وضوح الأدوار أيضا وتقسيمات الأدوار قد تكون الارتباك عند الاستجابة عندما يحصل أزمة ما وشاطرنا الفريق في بعض الأمثلة في حالة كوفيد مثلا كيف أن تحدي من هذا النوع لديها أبعاد أمنية بالإضافة إلى مشاكل وأبعاد أخرى وكيف أنها تحتاج إلى تعريف الأدوار من يفعل ماذا وما دور من وهذا لها رابط بمن يقوم بماذا فالتطوير الاستراتيجية الأمنية القومية عمارة عن وسيلة ضرورية لتوضيح الأدوار والإجراءات للجميع وما هي على عاتقهم حسب الظرف بالنسبة للستراتيجية الوطنية وكيف يمكن أن نقود من جانب وبالنسبة لوجهة نظرك ما رأيك حول الأسس الجوهرية للبيادة التكيفية عندما يتي إلى موضوع التأهب والتعبير والتكيف والمسائلة كآلية مهمة للاستعداد والعمل بشكل فعال في ظرف أمني في هذا تحدي ونالك الكثير ولكني أرى سيادة الفريق موجود هل أتحب أن الإجابة عليها؟ نعم جاوبي على السؤال ثم نرجع إلى سيادة الفريق شكرا شكرا جميل أن نرى أن زميلنا رجع نعم بالنسبة لعناصر التأقلم والتأهب والتكيف والترقب والتعبير الواضح والتأقلم مع الحقيقة التي قد تكون على الساحة كلها عبارة عن شيء تعود إلى أسس الحوكمة لكن مسألة ماذا تفعل بشكل فعلي حول شيء ما مثلاً بالنسبة للستراتيجية الأمنية الوطنية وكان في نقاط مهمة وجيدة حول هذا حيث أحد أسس العمل التي تدخل إلى هذا المجال فأحد النقاط هي أنه بالنسبة للقيادة أن تكون عادة التعلم حول الأدلة أو حول الواقع أو الأشياء الحقيقية إذا كان المنظور والخطوة المأخوذة ناجحة أم لا وأن تفهم ما تفعله وما هي أحسن خطوة لاحقة فهذه عادة هي جزء من استراتيجية أو عملية التطوير الاستراتيجية الوطنية حيث عندما تقوم بالتقييم الواقع مثلا ما هي قدرتنا الواقعية الحالية في هذا اللحظة والمؤسسات وقدرتها وماذا فعلوا استجابة للتهديد حسب تعريفات أدوارهم فعملية التقييم القدرات الحقيقية الحالية تعكس نفس الاتزام والتأقلمات المرجوة حسب الظرف وتطورها فهذا بيساعد القطاع الأمني كي تطابق قدراتها حسب الظرف فهذا مفيد كآلية لكن مفهوم آخر حول القيادة التكيفية هي فحص الحدود الأقصى فالتفحص القدرات على الحالة الأقصى للقدرات وعندما يتيج إلى موضوع الحكومة والمؤسسات فتحتاج إلى مراقبة دائمية وتقييم من أجل التعلم فالتقييم عبارة عن شيء تخيف الناس كثيرا ما فالناس يخافون من الفشل أو ربما قد يلاموا على شيء ما حصل فهي التعلم من الأخطاء مهم طبعا وهي عكس ما يتطلبه القيادة التأقلمية أو التكيفية في التكيفية تحتاج أن تكون قدرة على أن تشخص ما هي نقاط الضعف والمراجعة والعلاج السريع وكلها عبارة عن نقاط وفرص تعلم سريع وإعادة تغذيتها إلى العملية الكبرى الأصلا موجودة لتحسين الخطوة اللاحقة التي تقوم بها المؤسسة وهذا يخذنا أيضا إلى المسائلة الديمقراطية والحكومة الديمقراطية التي هي مهنية في إدارتها لمصادرها البشرية وإدارتها لكن المؤسسات كثيرا ما لا يحتاجون إلى أن يخافوا من المسائلة أو أن لو فشلوا أن لا يخافوا منها فأن يحسوا بأن هناك مستوى من الحماية لهم ويعرفون أنه عادة كثيرا ما يطالب منهم القيام بواجباتهم وأدوارهم بطريقة طبيعية ومفهومة فسيقومون بعملهم بشكل أحسن إذا كان هناك وضوح للمسؤوليات والأدوار لجهودهم هذا مهم جدا بصراحة على مستوى الفرد إلى الدائرة والقسم والمؤسسة إلى أعلى على مستويات الإدارة ولهذا يعني حول موضوع التأقلم هي موضوع المحاسبة فباستعمالنا لهذه الآليات كوسيلة للتعلم شيء مهم فكثيرا ما يكون في نقطة مثلا عندما تنظر إلى كيف مثلا قامت بهذا القطاع بدورها بشكل جيد أم لا وتقدم من نحو الأمام كيف ستكون وجوانب أخرى للإدارة التكييفية هي تعبئة العمل الجماعي فهذه بصراحة وسيلة جيدة لتعبئة وتجميع الجهود كافة وهذا عادة ترجع إلى أن يكون لديك شرطية أن يكون لديك تكاتف عام عن الأدوار والأهميات وهذا يحتاج إلى النقاش وحوار واسع لجميع كافة أطراف المجموعة وأيضا إلى حوار عمودي أيضا كي يشملوا التعداد السكان مثلا أو الشريحة أن تتسهدف خدمتهم مثلا يعني في دور الثقة المجتمع وأن يكونوا فاهمين خدف الهيئات الأمنية وأن يكون هناك ثقة متمادلة ما بين الشعب وما بين المؤسسات الخدمية التي تظهر وتعكس الالتزام العميق التي هي مفهوم جوهري ورئيسي للإدارة التكيفية ونقطة أخيرة التي هي نقطة مهمة بصراحة برأيي هي أن الإدارة التكيفية القيادة التكيفية تساعد على تسريع اتخاذ القرار القيادي فهي يجب أن تكون واضحة لكافة الأطراف ضمن العملية الاستراتيجية عن من يقوم بماذا وعبر القطاع الأمن ما هي تقسيمات الجهد من يقوم بماذا وهل هي مصممة بشكل جيد واتخاذ القرار السريع أعتقد في القيادة التكيفية تتراصف مع فكرة أن يكون في عملية إجراء تطوير لاستراتيجية أمنية قومية جيدة التي تتجمع كافة أطراف المصالح وما هي أدوارهم شكرا دكتور فيرلي ربما أعود لاحقا أثناء الأسئلة أنت ذكرت موضوع المساعلة لأن هناك أعتقد موضوع المجال ودور السيدة القانون والمسائلة ومقامها في الموضوع كان أننا مثلا لو أظهرنا وقسمنا دور الهيئات الأمنية في حالات الطوارئ منع تجول العلاج لكن في نفس الوقت ذكرتي أنه مجال حماية حقوق الأساسية للمواطنين المهم أيضا جدا وأنا أعود إليها بعد اللحظة لكن شكرا موضوع المسائلة شكرا على رجوعك سيدة الفريق هل يمكن أن تفتح الميكروفون عفوا دكتور لوكا لا بالعكس لا بالعكس لا بأس هذا شيء طبيعي بالنسبة لآخر سؤال حول الدروس المستفيدة التي تعلمناها من مرض الكوفيد كورونا وحول ما حصل في السنغال والاستجابة الأحسن بشكل فعال للأزمة شكرا جزيلا أنا سأسرع في الإجابة كنت أحاول أن أشرح في وقتها مدى أهمية في هذه الأيام أن نقض في نظر الاعتبار جوانب الأمن الناعم نعم يجب أن لا نكون جاهلين حول موضوع إهمالنا للقضايا الجوهرية الأمنية وأن نكون مستعدين كي نجابه ونواجه أي إخراء لأي طرف من أي طرف أن يأتوا ونحاولوا أن يعتدوا على بلداننا ويجب علينا أن نركز أكثر وأكثر على القضايا البشرية الداخلية فالقضايا الأمنية الجامدة والصلبة والقضايا الأمنية النائمة التي يجب أن تعمل معاهم بطريقة مختلفة وأن نحاول أن نشخص التحديات الأمنية والمخاطر الأمنية والتهديدات أو إذا كان فيه تهديدات تهدد بشكل مسبق قبل تطويرنا لعلاجاتها علينا أن نركز على الجوانب الأمنية الناعمة أيضا بالإضافة إلى الأشياء هذه كان من أول الدروس التي تعلمتها شخصيا من كوفيد حيث يمكن أن تكون هذا شيء تأتي في أي وقت ومربوط بقضايا الكوارث الطبيعية الأمراض والصحة العامة أو السياسة والانتخابات مثلا أنا ذكرت الانتخابات إلى قضايا الأمن الغذائي أو مجموعة من المهن مثلا الزراعيين الذين يتصادمون مع مربيين المواشي الذين هناك نقطة احتكاك ومشاحن ما بينهم وننظر إلى هذه التحديات التي يجب أن ندخلها ضمن مضامين تفاصيل المنظمة الأمنية الوطنية الآن بشكل آخر أيضا يجب أن نكون شموليين أكثر أيضا أن نكون متواصليين لأن الناس الذين هم في دور رسمي أي زي الرسمي أيها الحكوميين غير قادرين لوحدهم على علاج المشاكل أي الكل وأن نتأكد بأن الإعلام تلعب دور المسؤول التي على عاتقهم في تثقيف الناس على القضايا وللإعلام أيضا أن يكون لهم هذا الدور المسؤول علينا أن نثقف الإعلام أيضا قبل حصول الأزمات كي يفهموا الدور الذي على عاتقهم كإعلاميين والتي يجب أن يكون لهم دور في علاج المشاكل الأمنية وأخيرا كل هذه العناصر والمكونات المعقدة الأمنية والتي هي بعض منها غير مرئية المربوطة بالسياسة المربوطة بالدين المربوطة بقضايا الانتساب فمن الصعب الذين هم فيه زي الرسم الحكومي أن يكونوا قادرين إن لم يكن ديهم يعني علاقات مدنية وحكومية وعسكرية وأمنية مع المجتمع هذه العمود الفقري لكل شيء نستنفع له في العقود القادمة لا يمكن أن تعمل لشعب ما لمجتمع ما إن لم يكنوا يثقون بك لا يمكن أن تعمل مع التعداد السكاني إذا لم يثقوا بك فعلينا أن نستثمر ببناء علاقات مدنية عسكرية حكومية شعبية كي تكون المجتمع والدولة مستقرة أكثر وأن تكون أرضية جيدة للتنمية وتطور شكرا جزيلا شكرا جزيلا أيها اللواء وشكرا لدكتورة فرلي شاكوي لمداخلتكما ولهاتفا